كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي أن المملكة هي الأولى على مستوى دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الحركة التي تخدم الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات وذلك بعد أن مكنت الهيئة الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات في جميع شبكات المشغلين بهدف الرفع من مستوى أمان ومتانة البنية التحتية للمجتمع الرقمي جاء ذلك في كلمة خلال المنتدى الدولي للأمن السبراني وأوضح الدكتور التميمي أن المملكة من خلال رؤيتها الطموحة وبرامجها الواعدة تهدف إلى أن تكون ضمن أكبر عشرين دولة رقمية رائدة عالميا بحلول عام 2030 وأشار التميمي إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تضع حماية القطاع من مخاطر الأمن السبراني أولوية لها وتعمل بالتعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية المختصة لتنظيم عمليات الأمن السبراني في القطاع ترجمة نانسي قنقر